عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة ترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقضي على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد يأتي ذلك لضمن يصول الدعم لمستحقي وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية فضلا عن وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية وذلك استجابة لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي ووضعها على طاولة أولويات جلسات الحوار